تحياتي يا أصدقائي اليوم رح نحكي على أهم لاعب ممكن خط وسط من أصول سوريا حيلعب بمنتخب سوريا في طلقة أساسية وهو خليل الياس حنحكي بالأرقام والتفاصيل والأحصائيات الدقيقة جداً إذا عم تحضر الفيديو بغاية لايك وسبسكرايب على القناة وخليك معي إذن يا حباي بالألم كما حكينا مبارح على باب له صباغ بأرقامه وتفاصيله وين اللعب والمراكز بالعافية والخريطة الحرابية وكل هذه الموضوع بدقة عالية اليوم هنحكي على موضوع خليل الياس أيضاً بنفس الدقة وبنفس الأرقام يلي موجودة ومنتشرة لأله بشكل دقيق جداً هأعرض عليكم وحتكون الشاشة كاملة حتى نحن سواء نشوف إمكانيات هذا اللاعب الهام لمنتخب سوريا أصدقائي مثل مشايفين طبعاً خليل الياس سوري الأصل عمره 27 سنة وزنه 70 كيلوغرام طوله 175 سنتيمتر ولد في 25 إبريل عام 1996 في مدينة روزاريو الأرجنتينية وهي مدينة أفضل لاعب وأسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي طبعاً تقييم اللاعب 78 بشكل عام على كل مستوى فيه طبعاً أصدقائي هنحكي أيضاً بالتفصيل عن المراكز يلي بلعب فيها خليل الياس بيلعب بلاعب هو لاعب خط وسط ومركزه خط وسط بيلعب بالمركزين رقم 6 ورقم 8 بمركز بالمين موزيشن تبعه بالمركز خط الوسط لعب 85% من مبارياته لاعب رقم 8 يعني اللاعب يلي بيستلم الطابة من اللاعب الارتكاز وبيوزع اللاعب و 15% من مبارياته لاعب لاعب ارتكاز وبالتالي يعني أهمية خليل الياس بهذا الموضوع أنه بيجي للمركزين مركز 6 ومركز 8 وهذا كتير شي مهم لمنتخب سوريا ونحن نعرف مدى يعني صعوبة هذا الموضوع لدى منتخب سوريا طبعا حبايب القلبي هون هنشوف التقييمات بالنسبة للاعبنا خليل الياس بالنسبة للسرع والتسارع والقدرة 69% التزديد 59% التمرير 71% المراوغة 71% الدفاع 58% والياقة والقوة البدنية 72% طبعا خليل الياس يا حبايب القلبي كان له أيام جميلة جدا في الدوري الارجنتيني وتنقل بين عدة أندية أرجنتينية يعني وأيضا يعني كان له هذا الشغف الأرجنتيني اللي بنعرفه كلنا عن حب وروح التانغو الموجودة حاليا في المتخب الأرجنتين موجودة باللاعب خليل الياس نسبة إلى الجماهيري الكبيرة للأمدية اللي اللعب فيها بالنسبة للأمدية اللي تواجدت فيها خليل الياس وعدد الدقائق اللي كان موجود فيها مع سان لورينزو فريقه الأخير قبل انتقاله حاليا إلى فريق جوهور الماليزي هون عم نشوف يعني اللعب لفترات طويلة لعب بمباريات كبيرة يعني بالدورية بالدور الارجنتيني مع ريفر بلايت وابوكا جونيورز والكتيب الموجودة هناك وبالتالي يعني لعب مهم وهو فيه طبعا المباريات الأخيرة كان كابتن فريقه مع سان لورينزو أيضا يا حبايب القلب هون منشوف أنه لعب هو مئة مباراة مع سان لورينزو المباراة المية لعبها بأربعة آب عام 2023 وكان عمره 27 سن لعب مئة مباراة بالدوري الارجنتيني المحترفين وهذا أي أحصائية كتير مهمة للعب خليل الياس طبعا هون حبايب القلب أيضا بهي الأحصائية يعني بسنته الأخيرة مع سان لورينزو لعب بالدوري الارجنتيني اللي هو كوباليكا بروفيشينال أرجنتينا لعب بكأس الأرجنتين كوبا أرجنتينا لعب بسودا أمريكانا وهي البطولة الثانية بعد كوبا ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية وأحصائياته مميزة للعب خليل الياس خليل طبعا يا حبايب القلب لعبان بالكارير طبعه 228 مباراة تمسجل سبعة أهداف يعني مميزات كتير مهمة لهذا اللاعب لاعب يستطيع استخلاص الكرات لاعب يوزع اللاعب عنده هذا الفكر يعني هلأ أنتوا إذا عم تابوا مثلا منتخب الأرجنتيني ممكن تشوفوا فيه بنفس خصائص أنزو اللاعب حاليا موجود أنزو فرنانديز الموجود حاليا مع تشيلسي الإنجليزي بلعب بالمركزين بلعب مركز ستة بملعب بالمركز تماني حبايبي إذا بنشوف مسيرته الاحترافية لعبنا خليل إلياس 2016-2017 كان بنيولز أولد بويز بالفريق الثاني وانتقل اتقال حر لهذا الفريق ظل معه لموسم 2018 راح على جودوي كروز من جودوي كروز رجع على نيولز أولد بويز ذا كان الفريق الأساسي من نيولز أولد بويز انتقل صفقة انتقال بلغة 520 ألف يورو بال2019-2020 انتقل إلى سانتافي بال2020 رجع إلى كودوي كروز ونهاية لاعب مع سالورينزو 2021-2021 حتى 2023 وانتقل إلى فريق جهور الماليزي حاليا ونزل فيديو طبعا هو على الإستجرام ودع فريقه الأرجنتيني حبايب الألب هلأ طبعا بنشوف خريطة حرارية كير مهمة بالنسبة لهذا اللاعب الأرجنتيني كيف عم متواجد خلال مبارياته على أرضية الملعب حبايب منوقف شوي ومنحكي بدقة عن موضوع الخريطة الحرارية الموجودة لدى اللاعب خليل إلياس يعني ميزة جدا كتير مهمة انه هو يعني مغطى خط الوسط بشكل كتير رهيب بالحالتين الدفاعية والهجومية يعني النقاط الحمراء أصدقائي كلما كان اللون الأحمر غامق وهو نقاط تواجده بشكل كبير وتمركزه بهذه المنطقة عم نشوف هون خليل يعني متمركزه بشكل كتير كبير بخط الوسط استخلاص الكرات وصناعة اللاعب وهون عم بتميز خليل إلياس بهذه الطريقة يعني ونحن حقيقة بسوريا بينقصنا أنه يكون في عنا لعبين من هذا الطراز اللاعب اللي يفتك الكرات واللاعب اللي بيصنع الكرات خليل إلياس واحد من أهم هؤلاء اللاعبين وأيضا هو يعني بدي أحكي شوي عن أجواءه لما كان بسانورينزو خليل إلياس هو كان يعني الدينامو طبع الفريق هو كان القائد طبع الفريق هو اللي عم يوزع اللاعب بسوريا بمنتخب سوريا أنا متشوق لحتى شوفه كيف عم بيلعب هل سوف تساعدوا المجموعة الموجودة داخل المنتخب هل رح يقدم خليل إلياس الشي اللي كنا عم نشوفه بالدوري الأرجنتيني مسيرة طويلة يعني فريق لعب لعبان بكوبا سودا أمريكانا ولعبان مع هاي الأندية ومواجهه الريفر بلايت وبوكا جونيورز وعنده كم كبير جدا من الزخم والخبرة الكروية بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بالأرقام والتفاصيل والأحصائيات أعطيتكم كل شيء هو بلعب بالنهايي بقدمه اليمين بالأمس بابلو صباخينا عنه لكن فاتتني قصت أنه بلعب بقدمه اليسار كل توفيق لهؤلاء اللاعبين من المنتخب سوريا على أمل أنه يكون الإنسجام سريع لحتى نشوف يعني أمل ممكن لكرتنا ببطولة آسيا باي باي